أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية افتتاح عدد من المشروعات التنموية هذه المشروعات بقرى محافظة أسوان وجاءت الافتتاحات وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي بصمته في خدمة الفئة الأولى بالرعاية فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذت المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي في محافظة أسوان نحن عادي أقول لحظة أننا عملينا مشروعات بحوالي 30 مليون جنيه المواطنين هنا بذات الأخصر احتياجا يجب أن يعيشوا حياءة دمية وحياءة كريمة فعلا زي ما سأت رئيس على فتح تيس دايما يقول لنا طبعا نحن ننظر للحاجة وين الناس وشنو حاجتهم نكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير فهم يسون الدراسات ونشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا أن الحالات هذه محتاجة ومنها نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانا مركز نصر النوبة أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع لـ 400 مصندي والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى دار حفظ للكرآن الكريم الجامعة كان تطوير من زي الأول دلوقت اللهم صلى عليه ما شاء الله ربنا يصلحنا وحالهم يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني أقرب كلمة أن أقولها أن العمل فيه سخاء من العمل حب يعمل حاجة لأهل المنطقة قرب الجامعة للبيوت حاجة تاني يعني فطبعا الواحد بدلا ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان القريب عليه وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عانى منها المواطنون هنا بقرية بلانا تم إنشاء محطة طنقية مياه للشرب يتم دخوها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين تم تسليم مراكب صيد حديثة لأربع وعشرين من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة لأجهزة صيد وذلك بتكلفة إجمالية تقارب المليون ونصف المليون جنيه بارك الله فيهم ساعدونا بما يرد الله نحن كنا برضو مثل ثلاثين شوية يعني في المعيشة دي فهم سهلوا علينا حاجات كتير استلمت مركب حضرتك تمام ونشكر جميع الصناع الخير والمتحالف الوطنيين هم ساعدونا وده مصد الرزق طبعا عند الاحالي المركب دي هي يعني روحي ودراعي وكل عيش يعني في صراحة حاجة حلوة ويوم عيده يعني مشروعات نتعكس كم المجهودات المبزولة من قبل التحالف الوطني من أجل الفات الأكثر احتياجا والتي يجني ثمارها المواطنون في كل أنحاء مصر